في زيارته التاسعة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب وزير الخارجية الأمريكي كان اجتماعه الأول مع الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتوغ وفيه وجه تصريحا مباشرا لنتنياهو الذي يعرقل المفاوضات تصريح بدأ أنه رد على تصريح نتنياهو الاستباقي لهذه الزيارة والذي دعا فيه لتوجيه الضغطات الأمريكية إلى حماس وليس إلى الحكومة الإسرائيلية هذا هو حشاهده الجزيرة 아마 the best, maybe the last opportunity to get the hostages home to get a ceasefire and to put everyone on a better path to enduring peace and security I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line it is time for it to get done المحطة الثانية لبلينكن كانت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وفيه امتد الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات التصريح الوحيد الذي أصدر عن الاجتماع هو أنه أدير بروح طيبة دون أن يعني ذلك أن نتنياهو التزم بإبرام الصفقة عائلات الأسرة ومسؤولون أمنيون سابقون حذروا من أن نتنياهو يتجه نحو عرقلة الصفقة لأهداف سياسية الهدف من زيارة بلينكن هو إعطاء شعور بأن هناك مفاوضات حقيقية لازالت تجري وكأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل ولكن الحقيقة أنه لا توجد أي ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية ولو أرادت الإدارة الأمريكية أن تضغط لا وصلت إلى صفقة لوقف اطلاق النار في غزة منذ وقت طويل بنيمين نتنياهو واضح أنه لن ينصع أصلا إلى هذه الضغوط وواضح حدفه وهو الاستمرار في الحرب من أجل تحقيق ما يسميه الانتصار المطلق بمعنى أنه لا يريد أي صفقة ستفسر إسرائيليا على أنها فشل ذريع يضاف إلى سجله لا يحمل بلينكن في زيارته هذه أي أتوعود لعائلات الأسرة والضغوطات التي تمارس على نتنياهو وتصريحات الإدارة الأمريكية حول أن الصفقة هي الفرصة الأخيرة للأسرة فشلت في انتزاع التزام منه ولا زال يناور ولا يستجيب لاستشارات رؤساء المؤسسات الأمنية في إسرائيل خطته واضحة للجميع ولم ينجح أحد حتى الآن في إجباره على تغييرها فخطته هي البقاء في المشهد السياسي الإسرائيلي بل وإحكام قبضته عليه حتى لو دفع الأسرة ثمن ذلك